اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاءم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق فيه اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذا الموضوع فيه اشخاص بقولك بلها المقدمة مقدمتك طويلة زهقتنا ادخل في الموضوع يا اخي فيه اشخاص موجودين بتعلموا فيه اشخاص بهمهم المقدمة فيه اشخاص بتسمع المقدمة فيه اشخاص بتسمع الفيديو من اوله لاخره ما بقدر انا ارضي ذوقك انت او اسلوبك انت او الاشي اللي برضيك انت وارفض الباقيين فعشان هيك انا بعطي حقي في الفيديو هذا او في التسجيل عشان ارضي الجميع فانت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك انت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك اما انك انت بدك تغير او اغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق انت والله انا شفت فيه ناس كثير اتفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه او اي كلام حطت عليه بدهم الاسلوب هذا انا اتبعه على رأيي الاكثرية انا باخد ماشي عشان نكون متفقين من البداية انت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك اسلوبي وحسيت اني انا دفش او فض بالكلام او كثير كلام او هاد عادي اكتب ليها في تعليق تحت وانا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن اذا فيها شتايم ومسبات وهان لا راح استقبل كلامك باسلوب بليغ في كلامك الكوا كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف ايش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الاسبوع او العشر ايام اللي انا راح احكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على اكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون باي شيء مهم او ضروري او شراء اشياء مهمة بالنسبة للك او عقد او زواج او توقيع لخطوبة او زفاف او اشياء مهمة كلها لانها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الاشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون او الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة اول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو اربع وعشرين الشهر راح يبدأ من الساعة احدى عشر وسبع دقائق بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت خمسة وعشرين سبعة تمام الساعة واحدة وثلاثة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني صباحا اما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين سبعة وعشرين الشهر بيبدأ من الساعة واحدة وثمان دقائق فجرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة اربعة واحدة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء التسعة وعشرين الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة اربعة ودقيقة بتوقيت جرينيتش وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة سبعة واربع وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو ساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 11 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت ايرينتش خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج ايش رح تأثر علينا بالفترة القادمة او رح تركز الاهتمامات على ايش او بعطيك طاقة في ايش ايجابيا وسلبيا برج القوس طبعا الشمس انتقلت الى الاسد بيت حليف لايلك او برج حليف لايلك بيتك التاسع اللي له علاقة بدعمك على مستوى الدراسة او الدورات الدراسية او تعلم شيء جديد علاقاتك بتصير جيدة مع اشخاص خارج البلاد او بتتعرف على اشخاص من خارج البلاد برضو بتحمل لبعض الاشخاص في بعض الدول اللي مسموح يسافروا فيها بتحمل اشياء العلاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او تواصل او امور العلاقة بالتنقلات برضو بتدعم من علاقاتك اه في اشخاص رح يتفاجأوا بتطور مهم على مستوى قضية قضائية لصالحهم بالفترة هاي ممكن تنجزوا بعض الاشياء اللي تكون لصالحكم او تكون تدعمكم في بعض الاشياء بشكل قوي اما بالنسبة لعطارد طبعا في البيت الثامن بدعمكم على مستوى الاموال المشتركة او حل مسائل معقدة الها علاقة بالاموال المشتركة او اموال ما بتعود لك او اموال بتخضع ما بينك وبين شريك ممكن تهتم بتحصيل بعض الاموال اللي اليك او قضايا قضائية مالية او امور الها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين بتحلها وبتعطي قدرة على انجاز كثير من هاي المشاكل او حلها بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الزهرة موجودة فيه فهي بتعزز من شراكتك وعلاقتك مع الشريك وخصوصا ما بين الازواج او شركاء المال فممكن تدخل بشراكة جديدة او تسوق لعمل بشكل قوي جدا وتكون النتائج لصالحك ممكن تدخل على عمل جديد او اطور علاقة من حب مثلا لزواج بالفترة هاي او ارتباط او امور تكون لصالحك على المستوى العاطفي لتطوير علاقتك ما بينك وبين الزوج اما بالنسبة للمريخ اللي موجود في البيت الخامس فهو بيعطيك دافع لفرض السلطة على الاحبة او العصبية او الحدية اثناء التعامل مع الحبيب او مع الاحبة الحبيب حبيب العاطفي والاحبة هم الابناء والوالدين فعشان هيك شوي بتكون عصبي حد بالطباع مشاكل او يعني شوية هيك مشادات كلامية بتكون ما بينكم شوي بدك تتروى وتحاول تضبط عصبيتك عشان ما تكبر الخلافات ما بينك وبين الاحبة اما بالنسبة للجدي الجدي طبعا هو بيتك الثاني فبيت المال عندك المشتري بتراجع عندك بلوتو بتراجع برضو عندك زحل بتراجع فهدول بما انه الثلاثة بتراجعوا فمعناته امور بتكون ضاغطة على الوضع المالي بتسبب لك بعض العقبات او بعض الضغوط المالية او بعض القلق المالي او المصاريف او خسارة فلوس او ضياع فلوس منك او حد بنصب عليك وبيستغلك باخذ فلوسك بالفترة هاي فبدك تكون حذر من التقلبات المالية اما بالنسبة لنبتون نبتون موجود في بيتك الرابع اللي بيجيب لك الاوهام والافكار السودة بامور الها علاقة بالبيت او افراد البيت او العائلة او علاقتك بالعائلة او شوية خلافات او نقاشات حدي او قلق على احد افراد العائلة تخاف عليه ممكن مرض من حادث من سفر من مشكلة معينة فبتكون انت قلق كثير لدرجة انه ما بتقدر تركز بالحلول اما بالنسبة لأب اورانوس اللي موجود في بيتك السادس فهو اللي دائما بيجيب المفاجآت مفاجآت يا ايجابية يا سلبية فعشان هيك بتلاقي التقلبات بتصير على البيت السادس بمسألتين هو بيت الو علاقة بالعمل والو علاقة بالصحة فيا اما الاجواء بتكون جيدة على دول البابين يعني صحتك ممتازة وعملك ممتاز وبتقدر تنجز اعمالك بشكل ممتاز يا اما بتجيب لك تقلب على واحد منهم يعني يا مشاكل في عملك وصحتك بتكون جيدة يا مشاكل في الصحة وعملك بكون سيء فعشان هيك بدك تحذر من هاي التقلبات بدك تهتم بصحتك تراجع طبيبك بشكل مفبدوري اذا شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع الطبيب وتهتم بصحتك وبرضو في نفس اللحظة بدك تهتم بمكان عملك وانجاز اعمالك بشكل جيد على اساس انه ما تصير عندك نوع من انواع المفاجآت اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بكون موجود بالعذراء بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل اهميش انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لاخر ونظم اعمالك عشان تنجزها بالكامل من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك اهميش انك ما تستسلم بل كرر المحاولة من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالعقرب بيت متاعبك فعشانك بتجتازه بصورة عامة فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم موجود اي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وخيبات الامل الحضوذ قليلة فما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة من صباح يوم الاربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس فعشان هيك ثقتكم بانفسكم بتكون كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة واقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالجدي فعشان هيك من ظهر يوم الجمعة والسبت فثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما اهمش انك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك اهمش انك ما تسمح لأحد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء